السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم هو درس المخروط الدوراني من الوحدة الخامسة هندسة وحدة الهرام والمخروط الدوراني للصف الثامن تعريف المخروط الدوراني المخروط الدوراني الذي رأسه E هو المجسم المتولد من دوران مثلث E-M-O قائم في O حول المستقيم E-O أي حول أحد ضلعيه القائمين إذا دورنا مثلث قائم حول أحد ضلعيه القائمين فإننا نحصل على مجسم يسمى المخروط الدوراني كما نرى في هذا الشكل المثلث القائم E-O-M إذا دورناه حول المستقيم E-O دورة كاملة نحصل على مجسم يسمى المخروط الدوراني طبعا سميه دورانيا لأنه ينتج عن دوران المثلث القائم حول أحد ضلعيه القائمين حصرا حول أحد ضلعيه القائمين القرص الدائري المتولد من دوران O-M هو قاعدة المخروط قاعدة المخروط هي قرص دائري متولد من دوران الضلع القائم O-M عندما ندور المثلث القائم تعريف ارتفاع المخروط الدوراني ارتفاع المخروط الدوراني الذي رأسه E ومركز قاعدته O هو القطع المستقيم E-O وطوله يساوي طول E-O أي أن E-O هي ارتفاع المخروط الدوراني وطول الاتفاع هو نفسه طول E-O والمستقيم E-O عمودي على مستوي القاعدة لأنه ارتفاع المخروط تمرين EFG مثلث قائم الزاوية في G وفيه GH ساوي 2 سنتيمتر وGF تساوي 4 سنتيمتر في كل من الحالات الآتية سمي رأس المخروط وقاعدته في الحالة الأولى ندور المثلث حول EG وفي الحالة الثانية ندور المثلث حول GF طبعا في كلا الحالتين سنحصل على مخروط دوراني الحال في الحالة الأولى كما نرى في هذا الشكل إذا دورنا هذا المثلث القائم حول EG فإننا نحصل على مخروط رأسه E وقاعدته هي قطس دائري نصف قطر هذا القطس هو GF ويساوي 4 سنتيمتر أعيد مرة ثانية إذا دورنا هذا المثلث القائم حول ضلعه القائم EG فإننا نحصل على مخروط رأسه E وقاعدته قطس دائري مركزه G ونصف قطره GF تساوي 4 سنتيمتر في الحالة الثانية عندما ندور المثلث حوله GF نحصل على مخروط رأسه F وقاعدته قطس دائري نصف قطره GE يساوي 2 سنتيمتر كما هو موضح في هذا الشكل حجم المخروط حجم المخروط الدوراني V يساوي ثلث جداء مساحة قاعدته S بارتفاعه H أي V تساوي 1 على 3 S ب H حيث S مساحة القاعدة والتي هي دائرة و H هو ارتفاع المخروط طبعا نذكر بمساحة الدائرة S تساوي P R للتربيع حيث R نصف قطر الدائرة مثال احسب بدلالة B حجم مخروط دوراني نصف قطر قاعدته 5 سنتيمتر وارتفاعه وارتفاعه 12 سنتيمتر الحال V تساوي 1 على 3 S ب H حجم المخروط 1 على 3 ضرب مساحة القاعدة ضرب الارتفاع نحسب نحسب أولا مساحة القاعدة S تساوي ب R مربع S تساوي ب ضرب R هنا مصف قطر القاعدة 5 5 مربع 25 فمساحة القاعدة S تساوي 25 ب صامت متر مربع الآن V تساوي 1 على 3 S ب H V تساوي 1 على 3 ضرب S مساحة القاعدة وجدنا أنها 25 ب ونعلم أن ارتفاع المخروط H يساوي 12 إذن V تساوي 1 على 3 ضرب 25 ب ضرب 12 والناتج هو 100 ب سامت متر مقعب النهاية شكرا لحسن أصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا